الأهلي وفيوتشر والمدربين بقى بيتبان إمتى بقى المدرب الكبير بيبان إمتى بيبان لما يكون فريق منظم دفاعيا وفريق ما بيبقاش في نفس المستوى لما بيكون فريق أقل منه فنيا وفي المستوى والتصنيف الفريق بقى اكواه بيبان ما أنت متقول ليش ان النادي الأهلي بيبان في أفريقيا والراجل واخد دورة بطال أفريقيا والراجل والراجل وعامل ومحق إنجازات الطبيعي ان النادي الاهل لما بيلاعب فريق قوي الفريق اللي قصاده بيفتح المساحات فالاهل طبعا الامكانيات والفروق الفردية واللعابة اللي عنده بيبان بقى لكن لما تيجي تلاعب فريق اقل منك في المستوى واقل منك في التصنيف الفريق بيعمل ايه؟ الفريق بيقف دفاعيا دفاع منظم راجل بيلعب على هجمة المرتدة راجل بيلعب النادي الاهل بطل افريقيا فلازم يلعب خط دفاع منظم علشان ما يدخلش فيها ده. المدرب بقى بيبان امتى مع الفرق ده جماعة? بيبان مع بقى فيوتشر. بيبان مع المصري. بيبان مع الاتحاد. بيبان مع طلاق الجيش. بيبان مع الفرق اللي هي اقل منه في التصنيف. ليه? اه. امتى بقى الراجل هيدخل في العمق? امتى الراجل هيعمل قرص? امتى الراجل فيه جملة تكتكية عاملها? وهنا ملاحب فريق اعلى مني او فريق في مستوية هيهاجمني. هيقبى فيه مساحات. فمش هيبان شغلي. هيبان شغلي امتى? هيبان شغلي ضد فيوتشر زي النهاردة. انت راجل مفنش مفنش الماتش بمين? بطاهر برستاو بحسين الشحان. فين بقى يا عم انت? المهاجم الصريح. مش اقول لك مهاجم واحد. لا اتنين. راجل منزل محمد الضاوي بكان ديانج ومنزل وعندك مروان عطية اتنين نص ملعب كفاية. تلعب قدامهم اتنين راس حربة علشان الكروسات بقى. اه تعمل كروس في التمنتاشر. اه اللاعب يغير مكان وفيرود مكان فيرود يروح يجيب جون. كرة تقع يلطش. ما هي بقى الفريق الكبير بيبان بقى في الحاجات دي المدرب والمدير الفن المحترم بيبان في المواقف اللي زي دي. مش بيبان مع الفرقة العالية. لان الفرقة العالية طبيعا مش هتوقف دفاع ولا هتبقى منظمة في خط الدفاع. هيي الراجل هيهاجمك. مش هيوقف مش هيوقف بالاربعة سردباكات. وهيوقف بالاتنين الدفندرات. لا. هيهاجمك وهيلعب لعبة مفتوح. فمش هتبان قوي. هتبان قوي امتى? لما تكون بقى محتاج اوفر واحد يلطش. اللي هي بتيبقى مقفولة. لما بيكون قدامك خط الدفاع مقفول. ومنظم. ومش هعايز يهاجمك. انت بقى هتبان هنا. فيا جماعة كلر النهاردة اثبت لكم انتم. ان هو ما عندوش الحلول. ما عندوش اه جملة تاكتيكية لما يكون الملعب مخنوق. ويكون خط الدفاع واقف صح. ومش عايز يهاجمك. ويكون النص ملعب واقف مع خط الدفاع بيبان بقى افدي. اصولها? اصولها. والنادي الاهل مفتقدها بقاله حوالي خمس ست سنين. الاتنين الفرود يا جماعة. فين ايام فيلافيو واعماد متع بينما كانوا اللي اتنين بيلعبه جنب بعض. لما كان فيلافيو بينزل واعماد متع بين بياخد في العمق كان الهاف محمد برقات بيزيد. لا يا جماعة. لا. عندك لازم يقبقى في كده ايه? عندك اتنين فرود على الاقل ينزلوا قصروا يدغدغوا. تنت الاهلي يا جدع. تنت الاهلي. ما تجيش انت فرقة توقف اه دفاعيا مش عارف تلعب عليها مش عارف تخترج مش عارف تعمل اوفر ولا كرس كويس. ونجي بقى في الاخر هيقول لك ايه? يا عم ما تروح تدرب انت. يا عم انا راجل يا عم على قدي وحاجة بالعقل. الوقتي الملعب مقفول وعندك نص ملعب اتنين بس يشيلوا. عندك اتنين يشيلوا الفرقة. ليه بقى تلعب تلاتة ما تلعب يا عم بالاتنين ويلعب اتنين مهاجمين صراح. وطالما كده كده انت بتهاجم يبقى تهاجم صح. صح يبقى لك عمك هجوم مكسف. وتلعب. فالنهاردة كولر اثبت لي انه قليل تكتيكيا. السلام عليكم.